ولذلك زيارة الجامعة الكبيرة في مقطع آخر ونحن نخاطبهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي خطاب مع آل محمد بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم هذه العبارة هي أيضا تشرح معنى محال معرفة الله في الأفق الأول أنهم الجهة التي نأخذ منها المعرفة معرفتنا بالله منهم تأتي إذا لم تأتي منهم فتلك ضلال وما تلك بمعرفة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم يعني الذي لا يبدأ بكم فإنه لا يريد الله ومن وحده قبل عنكم يعني الذي لا يقبل عنكم فما وحد الله ومن قصده توجه بكم يعني من لم يتوجه بكم ما قصد الله إذن البداية والتوحيد والقصد والحق والمعرفة من أين تأتينا؟ من محال للمعرفة أنت تريد أن تنال المعرفة؟ هناك جهة هذه الجهة هذه أوصافها الحق معها وفيها ومنها وإليها وهي أهله ومعدنه وهذه الجهة هكذا نتعامل معها من أراد الله يبدأ بها لا بد أن يبدأ بها ومن وحد الله لا بد أن يقبل عنها أن يأخذ منها ومن أراد القصد إلى الله لا بد أن يتوجه بها